اشتركوا في القناة اجزاء واسعة من شمال الجزيرة العربية ودول شمال افريقيا هذا المرتفع الجوي بالتزامن مع تواجده سطحيا على مناطق واسعة من بلاد الشام يتعمق في طبقات الجو العليا مرتفع جوي شبه مداري مصاحب لكتلة هوائية دافية هذه المنظومة الجوية بعد مشيئة الله تعالى تفرض طقسا مشمسا مستقرا واقرب للربيعي خلال قادم الايام بالنسبة لطقس اليوم السبب حول الله وقوته تكون الاجواء دافئة مشمسة مستقرة درجات الحرارة حول معدلاتها الى اعلى بقليل حيث من المتوقع ان تسجل نهارا 18 درجة مئوية وتنخفض ليلا الى 4 درجات تتحرك الرياح الغربية بسرعة 15 كم في الساعة وتعمل انظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية تتابع الاجواء مشمسة مستقرة اقرب للربيعية دافئة نسبيا خلال ساعات نهار الاحد درجات الحرارة المتوقعة الى 11 درجة مئوية نهارا وتنخفض ليلا الى 6 درجات تتحرك الرياح الغربية بسرعة 15 كم في الساعة كما تعمل انظمة الطاقة الشمسية ايضا بكفاءة عالية وننوه الى ان كمية الرطوبة النسبية في الجو خلال ساعات صباح الاحد تكون مرتفعة نسبيا لذلك نتوقع ان تتحضر بعض مناطق مخفضات ادلب وحلب لتشكل الضباب خلال ساعات الصباح الاولى بالنسبة لنهار الاثنين باذن الله تعالى تتشكل السحب المخفضة ومتوسطة الارتفاع على اجزاء واسعة من السواحل واجزاء من شمال غرب البلاد كادلب وحلب ومع ساعات الظاهرة تتهيئ الفرص لامطار متفرقة على مناطق الساحلية قد تمتد بعض الظهر لاجزاء من ادلب واجزاء من حلب وبعض مناطق وسط البلاد وذلك بفعل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي بفعل اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيا في طبقات الجو العليا مدعومة سطحيا بامتداء ضعيف لمخفض جوي سطحي من المحور الجنوبي الشرقي حالة عدم الاستقرار الجوي هذه تدوم حتى الثلاثة وتكون ضعيفة بهطولات مطارية جدا ضعيفة ومتفرقة ومتفاوتة الغزار وبالنسبة لدرجات الحرارة تنخفض بشكل ملموس خلال ساعات نهار الاثنين حيث منتوقع أن تسجل نهارا خمستعش درجة مئوية تنخفض ليلا إلى أربع درجات ومنتوقع أن تنشط حركة الرياح الغربية لتصل سرعة بعض الهبات أرعين كيلومتر في الساعة في حين تبقى سرعة الرياح المتوسط اثنين وعشرين كيلومتر في الساعة تعمل أنظمة الطاقة الشمسية يوم الاثنين بذن الله تعالى بكفاءة متدنية إلى متوسطة بالنسبة للتوقعات متوسطة وبعيدة المدى على ما يبدو فإن المرتفعات الجوية ومنظومات الضغط الجوي المرتفع ستسيطر على البلاد خلال فترة هذا الأسبوع مع فترات من عدم الاستقرار جو الأجواء الغالما لا تدوم طويلا وتكون ربيعية ضعيفة بإذن الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق بحال تقسم التوقع خلال قادم الأيام أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون